السلام عليكم دعونا لو شعركم طريقة إصدار بطاقة إلكترونية افتراضية من تطبيق الكريم طبعا البطاقة هذي نستطيع استخدامها في أي موقع سواء كان في اليمن أو خارج اليمن لأنها بتسوق تبع مستر كارد عالمية طبعا طبعا طريقة الشراء طبعا رسوم الشراء منها تكون مجانية بس الرسوم الشحن يكون فيها عليها رسوم مثلا لما تشحن خمسين دولار فيها بيأخذ عليك رسوم واحد دولار ولما تصدرها أول مرة بيكون فيها رسوم عشر دولار إصدارها وبعدين نستطيع من خلال داخل التطبيق نكون نشحنها يكون مثلا إذا عندنا الرصيد بالعملة اليمنية داخل التطبيق على طول نقوم بشحنها وتحول من اليمني لداخلها بالدولار يعني لما نشحنها خمسين دولار يأخذوا شسمه قيمتها من اليمني ويضيفها في البطاقة بعدين نستطيع من خلالها لما تكون افتراضية بيجي عندها تاريخ ويجي عندها سيفيفي ويجي عندها شسمه الرقم التسلسلي الطويل علشان كذا نستطيع الشراء منها من أي موقع أنا طبعا جربتها ودعوني أشرح لكم اليوم بطريقة صدارها وتجربتها بعد ما نفتح الكريبي ننزل هنا خدمة البطاقة بعدين نختار بطاقة إيدي هنا كما تشاهدون عندي البطاقة أختار هنا عندي عدة فيات أنا بختار هذه أول فيها كما تشاهدون بعدين هنا عندي باكتب اليميل تحت وهنا بختار المدينة طبعا المدينة اللي موجود فيها صنعة اللي فيها موجودة الحساب صنعة أدخل اختار صنعة بعدين هذا الرقم الجوال خلاص جاهز هنا باكتب اليميل عشان تجيني الرسائل وتجيني اللي شعرت فيه باكتب اليميل وأكمل بعدين ننزل تحت هنا واكتب الرصيد الذي بضيفه في نفس البطاقة أقل الحاجة بيكون 10 دولار أنا بضيف 50 بعدين أعمل موافق هنا أعمل الخيار هذا أعمل عليه صف أعمل موافق هنا كما تشاهدون عندي الفاتورة الفاتورة الببلغ الذي بيضيفه للبطاقة 50 دولار رسوم الإصدار 10 دولار بعدين عندي هنا رسوم تغذية البطاقة 1 دولار الإجمالي كله 61 دولار إجمال المبلغ بالعملة الحساب هذا هو بعدين أعمله متابعة خلاص بعدما تأكدنا الفاتورة والمبلغ المسحوب وكل حاجة أعمل متابعة هنا بعدما عملت متابعة أنتظر الآن خلاص الآن تم الشراء خلاص جاني الإشعار كما تشاهدون تم الخصم هذا المبلغ اللي فوق بعدين أعمل موافق بعدين لما أفتحه ديني بيانات البطاقة كامل خلاص هنا عندي البطاقة وعندي الرقم السلسل وعندي تاريخ وعندي السيفيفي وكل البيانات هنا موجود وهنا عندي الرصيد كما تشاهدون الرصيد إذا ضغطت على هذه العين خلاص يتفكر الرصيد كما تشاهدون أنا عندي الرصيد حاليا 50 دولار هذا قبل ما أشتري الآن بعد ما أشتري أوريكم هنا عندي 50 دولار هنا السيفيفي برضو إذا أردت يظهره هنا عندي إذا أردت يقاف البطاقة يقاف موقع عشان لا يكون فيه شراء إلكتروني ولا يكون فيه تجديد أو حاجة زي كذا التجديد يكون مثلا مشتركين في برنامج ولا شي في تجديد تلقائم احنا ضربين حسابه هنا بقوم بالشراء من هنا كما تشاهدون بذهب إلى نفس المكان بقوم بشراء شدات للبوبجين طبعا هنا بيانات البطاقة بحطها عندي رقم البطاقة هو تاريخ الانتهاء طبعا التاريخ الذي يكون الشهر والسنة وبعدين هنا السيفيفي الذي يكون ثلاثة رقام بعد ما أدخل البيانات هنا أنزلتها تعمل موافق عشان تنضف البطاقة في الموقع طبعا أي موقع مش لازم الموقع هذا هذا طبعا موقع لشحن الشدات البوبجي هنا بعدين أعمل دفع جيني رسالة تحقق على نفس الرقم الذي مرتبط معي في حساب الكريمي أدخلها وهذا الحين أول مرة بيكون فيه تفعيل بيجيني رسالتين كما تشاهدون هنا أعمل موافق وأعمل بعدين أعمل له هنا طبعا طريقة الشراء منها سهلة جدا كما تشاهدون ننتظر الآن هذا طبعا الطريقة بيجيني فقط لهنا التحقق أول مرة عشان نحط هنا الرقم هنا بضيف رقم الجوال باختار الدولة أول حاجة من هنا من فتح الخط بعدين نكتب الرقم الجوال هنا هنا بذهب لنفس الدولة اليمن واختار من فتح الخط حق اليمن هنا كما تشاهدون يمن بعدين أدخل هنا رقم الجوال وأعمل موافق وأعمل على طول التالي وهذا الخطوة اللي بعد أعملها هنا لا شكرا وانتظر كما تشاهدون الآن جاري عملية الدفع أرجاء الانتظار علشان تجيني رسالة التحقق هنا أعمل التالي هنا لا شكرا حفظ بأن أنت بطاقة لا شكرا ما علي من الحفظ هذا هنا كما تشاهدون جيني رسالة التحقق أدخل الرقم الذي بيجيني هنا وأعمل التالي هذه هي الرسالة طبعاً نجيتني رسالتين عشان أنا أول مرة أشتري وبعدين هنا أنتظر لاني اكتيم للدفع كما تشاهدون أعملية الدفع جارية أنتظرت لان برضه بتجيني رسالة التحقق ثانية هنا كما تشاهدون عشان نمكن أول مرة أشتري بالجيني رسالة ثانية من نفس �ו هنا بدخل الرسالة الذي جيتني على نفس الرقم بحط الرقم هنا وأعمل رسالة خلاص الان بنتظر الدفع اكتمل يعني كما تشاهدون ننتظر هذه الصحة الثالثة. خلاص عملية الدفع جالية الان. يرجى الانتظار. خلاص الان تم الشراء كما تشاهدون تم الشراء. باذهب للنص التطبيق واشوف كم سحبوا مني. طبعا لو حسبناه بالدولار بيكون عملية شراء بتسعة وتسعين سنت. هنا كما تشاهدون ايش ناقص مني. الان باقي معي تسعة واربعين واحد سنت. يعني نقصت تسعة وتسعين سنت ما في عليها رسوم شراء ولا عليها شي. بس رسوم الشاحن لما تشحن البطاقة في عليها رسوم. طبعا يختلف الرسوم من مبلغ للمبلغ. انا هنا كما تشاهدون اذا حطيت مثلا taste دولار على الخمسين الدولار اخذوا مني دولار لما اشحن مية دولار بشوف الرسوم هنا كما تيجي. كما تشاهدون اثنين دولار يعني على كل خمسين دولار جاء عملية شاحن خمسين دولار يا اخذوا دولار. يعني لو ما شحنا مية بياخذوا اثنين دولار والمئتان بياخذوا اربعة دولار وزي كده. شكرا